اشتركوا في القناة السيد الرئيس رحب برؤساء البرلمانات العربية مؤكداً سيادته أهمية تدعيم التواصل البرلماني بين الدول العربية خلال المرحلة الحالية في ضوء ما يساهم به ذلك في تبادل الخبرات وتعزيز وحدة الصف والتكاتف العربي كما أكد السيد الرئيس أن نعقاد هذه الدورة من مؤتمر البرلمان العربي تحت عنوان دور البرلمانيين في تحقيق الأمن والاستقرار في العالم العربي إنما يجسد المسئولية القومية الكبيرة التي تقع على عاتق البرلمانيين العرب في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ الأمة العربية لا سيما وأن الدبلوماسية البرلمانية باتت أحد الأزرع المهمة لأي تحرك آربي فعال على الصعيدين الإقليمي والدولي وأصبحت ركنا مكملا للدبلوماسية الرسمية في خدمة مصالح الشعوب العربية والدفاع عن قضاياهم العدلة وقد أكد السيد الرئيس مجلس النواب أن رعاية السيد الرئيس للمؤتمر تعد شرفا كبيرا خاصة في ضوء الدور الهام الذي تقوم به البرلمانات العربية بالصفاتها تجسد إرادة الشعوب فضلا عن إسهامها من خلال البحث والتشريع في تناول القضايا التي تشغل الدول العربية لا سيما في مجال تعزيز التعاون من أجل مكافحة الفكر المتطرف والإرهاب وبذل مزيد من الجهود في هذا الإطار على صعيد الجوانب الفكرية والثقافية والاجتماعية من جانبه أعرب السيد رئيس البرلمان العربي عن تشرفهم بلقاء السيد الرئيس مشيرا إلى حرس مؤتمر البرلمان العربي على المساهمة في تعزيز العمل العربي المشترك وبلورة رؤية برلمانية موحدة لمواجهة التحديات الراهنة التي تواجه الأمة العربية ومسمنا جهود مصر بقيادة السيد الرئيس ومواقفها المشرفة والمشهودة لها في تعزيز العمل العربي المشترك ودفاعي عن الأمن القومي العربي كركزة أساسية لاستقرار الأمة فضلا عن الدعم غير المحدود الذي تقدمه مصر بكافة مؤسستها وأجهزتها لاحتضانها البرلمان العربي في القاهرة وتيسير عمله أضف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد حوارا مفتوحا مع السيد الرئيس حيث أهرب الحضور عن تقديرهم لمواقف مصر على المستوى العربي باعتبارها قلب الأمة النابد واعتزازهم بمساهمتها الرائدة في توطيد علاقات الأخوة والتعاون مع دول العربية والحفاظ على أمنها القومي وذلك تحت القيادة الحكيمة للسيد الرئيس لصوني مصالح دول العربية تلك القيادة التي قهرت تحديات التنمية لتجسد أقوى مظاهر الإنجازات في مصر كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي وذلك بحضور الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بن السيد الرئيس رحب برئيس مجلس الأمة الكويتي وطلب نقل التحيات إلى صاحب السمو الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت مشيدا سيادته بمتانة وقوة العلاقات المصرية الكويتية وما تتميز به من خصوصية ومؤكدا حرص مصر على تطوير التعاون الوسيق والمتميز بين البلدين على شط الأصائد بما فيها تعزيز العلاقات البرلمانية المتبادلة بما يساهم في الارتقاء بالتعاون القائم بين الدولتين على المستويين الرسمي والشعبي أضف المتحدث الرسمي أن سيد مرزوق الغانم نقل إلى سيد الرئيس تحيات صاحب السمو الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت مؤكدا اعتزاز الحكومة والشعب الكويتي بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيضة وعلاقات وثيقة وحرص الكويت على تعزيز التشاور والتنصيق مع مصر إذا مختلف القضايا خاصة في ضوء الدور المصري المحوري بالمنطقة باعتبارها ركزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي وحرصها على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدما بالعمل العربي المشترك اللقاء شهد التباحث حول مختلف جوانب العلاقات السنائية فضلا عن التشاور إذا المستجداته على الساحة الإقليمية كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد كارلوس أوريال رئيس شركة تالجو الإسبانية لصناعة القطارات وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل والسيد محمد لبيب المدير الإقليمي للشركة الاجتماع تناول استراد أوجه التعاون الحالي مع شركة تالجو الإسبانية العريقة في مجال القطارات خاصة تصنيع عربات قطار النوم الفاخرة فضلا عن التباحث حول الآفاق المتاحة للمشروعات المستقبلية التي يمكن التعاون بشأنها مع الشركة الإسبانية من خلال دراسة إنشاء مصنع متكامل لها في مصر لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وقد أكد السيد الرئيس على التوجه الثابت لمصر بزيادة نسب توطين الصناعة والتكنولوجيا وكذا تطوير التعاون البناء مع القطاع الخاص في ظل أهميته كقاطرة للنمو من خلال زيادة الاستثمارات ونقل المعرفة والخبرات بما يخدم عملية التنمية الشاملة في مصر وما يصاحبها من التطوير في كافة أوجه البنية الأساسية خاصة في قطاع النقل العام معربا سيادته عن وجود فرصة لإقامة شركة تصنيعية مع شركة تلجو الإسبانية لتوطين صناعة القطارات في مصر والاستفادة من مبادئ الإدارة المتقدمة التي تتبعها الشركة وذلك في ضوء استراتيجية الدولة لمد المزيد من خطوط السكك الحديدية بطول يتجاوز ألفي كيلو متر إضافية خلال السنوات القادمة وقد عرض الفريق جامل الوزير أبرز محاور التعاون مع شركة تلجو في إطار استراتيجية تطوير منظومة الوحدات المتحركة لعربات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية مؤكدا أن الشركة الإسبانية تعد إحدى أكبر الشركات المصنعة للقطارات العادية والقطارات فائقة الصرعة على مستوى العالم من جانبه آرب رئيس شركة تلجو عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس مؤكدا اهتمام الشركة بالتوسع في مشروعتها القائمة مع مصر خاصة في ظل الفرص الاستثمارية الضخمة والوعيدة التي يوفرها قطع النقل العام في مصر والتي تعد بمثابة بوابة لزيادة استثماراتها في المنطقتين العربية والإفريقية ومشيدا بالتقدم المحرز على صعيد جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر والذي انعكس على تحسين بيئة الاستثمار فضلا عن المشروعات القومية الكبرى الجارية وكفاءة وسرعة تنفيذها والتي أسهمت في أن تكون مصر نموذجا يحتذى به على صعيد التعاون مع الشركات العالمية في العديد من المجالات اشتركوا في القناة